السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكيد كلنا عاوزين رمضان يبقى رمضان مختلف ومتغير وأجمل شهر في السنة كلها لو أنت فعلا عاوز تقضي رمضان أحلى رمضان السنة دي أربع حاجات مهمة جدد نيتك طب لربك سبحانه وتعالى ولما يجي رمضان طبعا الحاجة تندل قبل رمضان نية وتوبة ولما يجي رمضان ما تضيع شوات فيه رقم ثلاثة رقم أربعة أن تكون صاحب هدف واضح أنا عندي هدف رمضان السنة دي عاوز أعمله تعالوا نتكلم عن الأربعة كده بالتفصيل وإزاي نعملهم صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النية لازم تبقى نيتك صادقة انت ناوي والنواية اللي انت مستحضرها هي هكتب لكم إن شاء الله وحسيب لكم خمستاشر نية في التعليقات تحت انت بتصوم رمضان ليه ولو إحنا عملنا سيرشي كده على جوجل نواية الصيام الشيخ أحمد علوان أو لماذا نصوم رمضان حيطلع لك كده لينكات على كذا موقع لماذا تصوم رمضان أو إحث عن كتاب نواية وعطاية على جوجل برضو حيطلع لك على كذا موقع فيها عشرين عبادة لماذا تصوم لماذا تصلي لماذا تصلي الترويح لماذا تفطر الصائم لماذا تذاكر لماذا تحسن الأخلاق كل العبادات دي هتلاقيها بنواياها فالنية مهمة أوي تستحضر نيتك وتجدد نيتك أنا بصوم رمضان ليه تعرف إنك لو نويت من دلوقتي الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر حتى لو وافتك المنية قبل رمضان ولم تدرك رمضان الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر كما لو صمت وقمت وقرأت وتعبدت وفعلت الحاجات اللي انت نويتها قبل رمضان بس ما نحقيتهاش في رمضان قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يكتب حديث عند أحمد لا يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله يعني قبل ما تدخل فيه ربنا كتب لك الأجر حسب نيتك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العصر في رواية مسلم إلا شركوكم في الأجر يعني خدوا الأجر زيكم زيهم أو زيهم زيكم كما لوما خرجوا معاكم لين أن يتم صادقة وهو النبي قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش ده مات على الفراش ده ما حملش سلاح ده ما حضرش معركة ده ما ضحاش بنفسه بس إيه كانت نيته صادقة فأنت نيتك إيه في رمضان أو نيتك إيه قبل رمضان جدد نيتك عشان إحنا عايزين رمضان السنة دي مختلف فعلا ونعيش أحلى رمضان في حياتنا واحد اتنين التوبة استقبل رمضان بتوبة هنعتبر إن رمضان ضضيف وإنت لو جايلك ضف عزيزة عليك إنت بتجهز له وتستعد ويكل إيه ويشرب إيه وفاكهة إيه ونقعد فين ونعمل إيه ونخرج فين ونسوي إيه كل ده قبلها بالأسبوع وكل ما يكونوا تضيف عندك عزيز قوي وحد يعني ليه محزة ومكانة ومنزلة بيبقى استقبالك ليه أعلى وأحسن وأفضل وتبقى بترتب أنت وأهل بيتك فما بالك برمضان ضيف الله سبحانه وتعالى ضيف الله يا حزيز وضيف إيه مش بيجي كل أسبوع على كل شهر بقى ده بيجي ضيف بيجي مرة مرة في السنة ولذلك العلماء عندهم قاعد يقول لك التخلية قبل التحلية علشان تعرف تحلي برمضان لازم تخلي قبل رمضان تخلي تخلى عن المعاص أنك تفتح تفتح صفحة جديدة مع ربك سبحانه وتعالى الإمام ابن القيم وده طبعا يعني المفروض أن احنا موضوع التوبة أصلا احنا بنحققه كلما بتحص تتوب بل أنت يا سلام لما التوب قبل ما تنام كل ليلة الإمام ابن القيم في مدارك السائرين يقول وهي أول منازل السائرين إلى ربهم وأوسطها وآخرها يعني بيطف في الأول وفي النص وفي الآخر ابن رجل فلطافة ما عرف لي كلام جميل أو بيقول قال بعض السلف أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين خلي بالكم أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين يعني يطوب الصبح ويطوب إيه ويطوب الليل يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة فإنه لا يدري متى يفاجئه الموت صباحا أو مساء فمن أصبح أو أمسى على غير توبة فهو على خطر لأنه يخشى أن يلقى الله غير تائب فيحشر في زمرة الظالمين قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا الله إذن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين لأنه لما بتبشر ربنا سبحانه وتعالى هذا قد ظلم نفسه طب إحنا بقى ما فيش أجمل من نحن نقدم توبة قبل رمضان علشان نستقبل رمضان كده إيه بصفحة جديدة بيضاء نقية خلاص إحنا نكفر عن اللي فات ده خلاص نبدأ بقى صفحة كده إيه مع ربنا سبحانه وتعالى ده رقم اتنين التوبة رقم ثلاثة عايزين في رمضان ما نضيعش وقت لأن رمضان عبارة عن مدة عبارة عن تيرم عبارة عن أيام أياما معدودات هم تلاتين يوب خلاص اللي حيفوت منك مش هتقدر تعوضوا فانت من أول ليلة خلاص أنا مستعيد أول ركعة في الترويح وأول حاجة في ليلة من الليلة رمضان تحسن استقبالي رمضان وسيبك بقى وشوف رمضان بيحب إيه وبيكره إيه بيحب أربك من ربنا بيحب الطاعة بيحب القيام بيحب الترويح بيحب التهاجد بيحب الفجر بيحب الصلاة الخمس بيحب القرآن بيحب الصدقة بيحب كل أفعال المعروفة لذلك ابن قيم وما تكلم في زاد المعادة عن هادي النبي على السلام في رمضان كان يقولك كان يفعل فيه شتى أنواع الطاعات صلى الله عليه وسلم فإحنا عايزين في رمضان نعمل دي سيبك بقى من المسلسلات ومن الأفلام ومن الدراما ومن التلفزيون الحاجات اللي هي مهلكة ومضيعة ومن السوشيال ميديا وتحترم رمضان ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الحاجة الرابعة والأخيرة إنت هدفك إيه في رمضان أنا بسألك عاوز إيه من رمضان ستعرف إنت لو حطيت قدامك هدف كده أنا عاوز إيه في رمضان والهدف يا جماعة يكتب لأن علماء النفس يقولون إذا لم يكتب الهدف صار رغبة إذا لم يكتب الهدف صار رغبة رغبة أنا واحد مثلا فيه فرق بين النية والأمنية هناك فرق بين الأمنية والنية آه النية أنا عندي عزيمة وناوي خلاص وحطيت قدامي حاجة وفيه فرق ما بين الهدف والحلم الحلم أنا ما بفكر مجرد تفكير كده الخواطر وهواجز بتيجي على بال لكن الهدف لأ أنا كتبت وحطيت المخطط وعايز أعمل النهار ده كذا عايز أختم القرآن في رمضان كل ست أيام كل أسبوع كل عشر طيام هحط ده وأكتبه خلاص يبقى أنا عاوز أحق أهدف هو ده الهدف اللي أنا عايز أعمله من ضمن الأهداف إن أنا عايز أحافظ على الصلاوات الخمس في أقتا من ضمن الأهداف إن أنا ما كنتش بحافظ على النوافر عايز أصلي النوافر من ضمن الأهداف إن أنا كنت Augenlio مقصر فكرات القرآن كنت باختم كل 8 4 شهور كنت باختم مرة في السنة باختم كل كامشة أنا عايز أختم في رمضان مرتين تلاد من ضمن الأهداف إن أنا كل أصلي تراويح وأتعود على قيام إليه من ضمن الأهداف إن أنا عايز أبطل السجائر من ضمن الاهداف ان انا في عادات سلبية عاوزة بطلة من ضمن الاهداف ان انا بنت متبرجة وكشفة شعري فانا عايز اخذ رمضان انطلاقة ان انا مينفعش في رمضان امشي وانا صايمة كده ومتبرجة لبسة دي او شعر مكشوف او لبسة وصير او او الاخر فرمضان فرصة ان احنا يبقى عندنا هدف ونسعى لتحقيق هذا الهدف وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور نرخص الكلام بتاعنا فاربع حاجات عايز رمضان فعلا يبقى احلى النية واحنا قلنا حنسيب لكم خمستاشر نية تنويها قبل رمضان وتحطها قدامك وتنويها كل ليلة واحد اتنين توبة تلاتة ما تضيعش واركس اربعة حدد هدفك سدقني لو وضبت على الاربعة دول وحافظت عليهم وركست فيهم هيبقى رمضان السنة دي احلى رمضان في حياتك